تحية لكم في هذا اليوم الثلاثاء حيث عقد اجتماع مجلس الوزراء وكانت هناك مناقشات عديدة تتعلق بمجموعة من القرارات والتوصيات افتتح السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كالعادة الحديث بدي باجة للمؤتمر تناولت الأيام الماضية التي كانت حافلة بالأحداث على مستوى العلاقات الخارجية وعلى مستوى الموازنة تعلمون ان الموازنة جرى اقرارها في مجلس النواب السيد رئيس مجلس الوزراء شكر مجلس النواب الموقر على عملهم وجهدهم رغم ان للحكومة ملاحظات على التغييرات التي طرأت على الموازنة والتي لا تعبر عن وجهة نظر الحكومة التي قدمتها وصوتت عليها وربما ستسبب لنا بعض المشكلات في توفير خدمات أساسية للمواطنين على مستوى الملف العلاقات الخارجية تعلمون كانت هناك زيارتان مهمتان إلى بلدين عربيين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات استقبل فيها السيد رئيس مجلس الوزراء والطاقم الحكومي بحفاوة كبيرة وجرد تعبير عن ذلك بأنها حفاوة بالشعب العراقي وحفاوة بالحكومة العراقية وتبين تأصل الأخوة العربية بين بلداننا الأساسية هذه الزيارات تأتي ضمن خطة الحكومة وسياستها في إقامة علاقات متوازنة مع جميع الجيران هناك خطط واستثمارات واتفاقات ومذكرات تفاهم ضمن هذه الزيارات إن شاء الله ستأتي وكلها قريبا ضمن استثمارات أعلن عنها كما تعلمون ثلاثة مليارات استثمار مع المملكة العربية السعودية ومثل هذا المبلغ مع دولة الإمارات أيضا كانت هناك مباحثات عن الوضع في المنطقة إجمالا وسياسة هذه الحكومة في المضي إلى التهدئة سياسة متوازنة في كل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط فيما تعلق بالصحة للأسف الإصابات في تصاعد وأود أن أمضي مباشرة إلى القول أن وزارة الصحة تبذل جهودا جبارة في الإتيان بمزيد من اللقاحات حتى بلغ التعاقد الآن على لقاحات مقدارها 21 مليون جرعة إن شاء الله ستأتي تباعا إلى بلدنا القرار الأساسي أيضا الذي اتخذ هذا اليوم يتعلق بالمحاضرين المجانيين هذه مشكلة كبيرة ورثتها هذه الحكومة من الحكومات السابقة وصفها السيد رئيس مجلس الوزراء بأنها بدعة ليس هناك شيء اسمه محاضر مجاني كل محاضر يجب أن يعطى لقاء عمله أجرا هذه البدعة ورثناها من سنوات طويلة ولم تسعى أي حكومة قبل هذه الحكومة إلى حلها وحينما طرحنا الموازنة قدمنا حل لهذه المعضلة وقدمنا وخصصنا مبلغا للتعاقد مع جميع المحاضرين المجانين بمبلغ محترم ضمن قرار 315 الذي جرى في مجلس النواب أن المبلغ خفض هذا التقسيس المالي ولكن مع ذلك مع مفاجأتنا في هذا التغيير الذي يتعلق بحيوات أزيد من 200 ألف محاضر مجاني اليوم كان هناك إصرار لدى السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء على حل هذه المعضلة فجرت تصويت على إجراء التعاقد مع جميع هؤلاء المحاضرين المجانيين حلت مشكلتهم وشملوا بقرار 315 الذي يتيح لهم حقوقا تقاعدية وشمولا بتوزيع الأراضي وامتيازات تشبه امتيازات الملاك الدائم هذه صفحة صفحة المحاضرين المجانيين طوتها هذه الحكومة بعد أن فشلت الحكومات السابقة في إيجاد حل لها فيما يتعلق بارتفاع الأسعار للأسف خطة الحكومة في دعم المنتج المحلي واجهت مشكلات أدت إلى ارتفاع الأسعار باستغلال بعض الفئات لهذه الخطة ولذلك السيد رئيس مجلس الوزراء عمد بنفسه إلى زيارة إلى الأسواق بطريقته الخاصة للوقوف على حقيقة ارتفاع الأسعار وهي حقيقة واضحة وموجودة وكانت هناك توجيهات لسيد وزير الداخلية وللمعنين بهذه المسألة أن هناك زيارات ستعقب هذه الزيارة لسيد رئيس مجلس الوزراء للأسواق للوقوف على المشكلات من أجل حلها خاصة ونحن مقبلون على أجواء رمضان الكريم وأيضا كانت هناك توجيه لوزارة الزراعة في فتح باب الاستيراد لمدة معينة لتلبية الاحتياجات الأساسية مواجهة لارتفاع الأسعار الذي نشهده هذه الآن أما وزارة التجارة فقد وجه إليها أيضا توجيه بات بتوزيع حصة إضافية في شهر رمضان هذه الحصة وصفها السيد رئيس مجلس الوزراء وبأنها ليست من الحكومة للناس والمواطنين بل على العكس هي من أبسط الحقوق وسيد وزير التجارة أكدت جاهزية الوزارة إلى مثل هذا الإجراء فيما يتعلق بمحافظة ذيقار هناك ثلاث نقاط أساسية على جهتها الحكومة الأولى أن هناك صندوق جهزت فيه الأموال وما علينا إلا أن نبدع العمل الآن الأمر الثاني أن هناك اختيار لمحافظ جديد جرى إقراره بعد التشاور مع قطاعات شعبية وسياسية وعشائرية أيضا هذه المسألة الثانية والمسألة الثالثة أن هناك تعيين لمجلس استشاري مرتبط برئاسة الوزراء هذا المجلس الاستشاري يتابع تنفيذ خطط الحكومة بين المحافظة ورئاسة الوزراء للتحقق من أننا الوصايا والقرارات التي اتخذت والصندوق الذي أنشئ يجري تنفيذه في هذا المجلس اليوم جرت استضافتان الأولى للمفوضية العليا للانتخابات رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان حضر اليوم في المجلس وكانت هناك مسألة أساسية لا بد من إقرارها من مجلس الوزراء وهي تتعلق بالتعاقد مع شركة رصينة شركة ألمانية اسمها هانسليت هذا التعاقد مع هذه الشركة تقدم لنا خدمة فحص برامجيات الأجهزة الانتخابية هذا الفحص أساسي لضمان سلامة الإجراءات الألكترونية للانتخابات شركة لا غبار عليها ألمانية معتبرة في هذا الاتجاه وأيضا جرت استضافة هيئة النزاهة رئيس هيئة النزاهة الأستاذ على الساعدي استضيف اليوم في اجتماع مجلس الوزراء وجرت تصويت على إقرار الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد برنامج 2021 إلى 2024 هذه استراتيجية أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية وكانت هناك ملاحظات للأمانة العامة لمجلس الوزراء وللسهادة الوزراء سيتم الأخذ بها لكنها أقرت هذا اليوم هذا كل ما لدينا اليوم وأنصتوا إلى أسئلتكم السلام عليكم مع الوزير سجاد الموسى من العراقية الإخبارية طبعا كما تفضلت مع الوزير هناك لدى الحكومة ملاحظات كثيرة على بعض المواد والفقرات في الموازنة هل هذا يعني اعتراف ضمني بأن الحكومة ستتوجه للطعن في هذه الفقرات لا سيما في الجوانب التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالقروضة التي خفضت إلى 60%؟ شكرا جزيلا سؤال جيد هذا خاصة لنهاء الأيام بعد إقرار الموازنة بالتأكيد هناك وجهتان نظر متصارعتان بين الحكومة ومجلس النواب هذا التصارع بالتأكيد هدفه خدمة الشعب العراقي بالنتيجة النهائية من كل المجلسين مجلس الوزراء ومجلس النواب هناك توجيه الآن في أن الوزارات تكتب ملاحظاتها على هذه الميزانية وثم نرسلها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لينظر فيها ويعالجها إذن هذه المسألة لم تنتهي بعد الحقيقة الموازنة لم نتسلمها بعد بتفاصيلها ولذلك نحن سندرسها أيضا وسنعالج ما يمكن معالجتها ونقدمها للأمان العامة لمجلس الوزراء السلام عليكم حيدر شيخ مراسل وكالي شفق نيوز كانت هناك زيارة لرئيس الوزراء للسعودية بعدها كانت الأمارات هل سنشهت زيارات مرتقبة للدول أخرى من المنطقة من ضمنها لأردن ومصر؟ وشكرا نحن ندخل أجواء رمضان وتعلمون ما الذي سيحدث في العالم العربي في أجواء رمضان بالتأكيد العراق منفتح على زيارات كثيرة قادمة غير محددة بعد حتى الآن لكن ضمن سياسة الحكومة في الانفتاح على بلدان العربية وغير العربية على الجيران خاصة بالتأكيد ستكون هناك زيارات وخطط لتنفيذ خطة الحكومة في توسيع العلاقات الخارجية وإقامة علاقات متوازنة السلام عليكم معالي الوزير السلام عليكم معالي الوزير معكمها عزاوي من وكالة المعارج العراقية الإخبارية في زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ما هي الأهداف التي حققت من هذه الزيارة؟ وشكرا جزيلا بالتأكيد الهدف الاقتصادي يقف في سلم أولويات هذه الحكومة نحن في أزمة وفي جائحة لها تداعيات كثيرة على اقتصادنا سمعتم وتناقلة الأخبار ونؤكد هذا نحن أيضا أن هناك مبلغ استثماري يبلغ ثلاثة مليارات دولار مع العراق الزيارة فيها كانت لقاءات مع شركات إماراتية الإمارات معروفة في سعة استثماراتها وخبراتها في مسائل الاقتصاد ومسائل قطاعية كالزراعة وغيرها ولذلك هناك اتفاقات ستبرم ولكن تحتاج إلى وقت الأيام القادمة ستنبئ عن تنفيذ هذه الاتفاقات وإجراء هذا المبلغ على جميع المشاريع التي تخص الاقتصاد بالمقابل أيضا هناك وضع سياسي في المنطقة أيضا يعالج ويتباحث فيه مع الحكومة لنهج جديد ونهج التهدئة وترك التصعيد والمواجهات السلام عليكم أستاذ جبال النامي وكاة الفجر نيوز الأراقية هناك لفيف كبير من المتقاعدين اليوم نظام وقف احتجاجي أمام دائرة التقاعد مطالبين بمكافأة الخدمة وتعديل الرواتب والاستقطاعات المستمرة دون مبرر فما هي الحلول هذا سؤال محدد عن مبالغ معينة ربما الحكومة حتى هذه اللحظة لم تتسلم جداول الموازنة التي فيها مثل هذه الأرقام حتى يمكن الإجابة بدقة عن هذا السؤال نحن ما زلنا ننتظر جداول الموازنة ما أقر هو القانون العام للموازنة تعلمون بعد ذلك سيكون هناك عمل على الجداول نطلع عليها وسنعرف تفاصيل ونستطيع حين ذاك أن نجيب عن هذا السؤال شكرا جزيلا